من ضمن الاسئلة ايه الحل مع العمل اللي بتسأل عالسعر مع ان السعر بمكتوب في الاعلان بنسبة تمانين في المهم رسائل سؤال على السعر مع ان السعر دي مكتوب زي ما قلت بكون عامل اعلان لأكتر من صنف ببيصعب علي يقول اسعارهم لكل عميل بيسأل عشان كده كتبت الاسعار في فاعمل ايه؟ الحقيقة طبيعي جدا جدا انا مشارب حضانك نبدأ ليه؟ فيوقات العميل بيقول انت عارض اياه او بعث لصور الشغل بتاعك او ان اختار الاولاين او هو عنده احساس ان السعر ده ممكن ي تغير نزل او طلع بسبب الانفليشن او بسبب تضخم فالحل ان حضرتك ترد على كل عميل بيسأل على السعر حتى لو كتبه وما تزهقش من اسئلة العمل ايه ما كانت آآ عادي ده كمان في مصلحتك لان كل ما تكتر الكومنس او تعليقات البوست بينتشر بطريقة سرع وبيدعم صفحتك في بتنتشر على الفيسبوك او على اي موقع من المواقع فضع ده في الاعتبار وربنا وفاقك واكتب لك كل خير بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ولمتابعة كل جديد دعمكم يساعدنا على مزيد من التطوير للمحتوى